اطلقت وزارة شؤون الاعلام حملة اعلامية تلفزيونية واذاعية بسبع لغات مختلفة للتوعية بشأن مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك عبر سلسلة من الفواصل التلفزيونية والاذاعية التي تشمل الاجراءات الاحترازية والارشادات الصحية اللازمة للتعامل مع هذا الفيروس المستجد واتات هذه الحملة والتي تطلقها وزارة شؤون الاعلام تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة ايده الله ورعاه بضرورة الاهتمام بالمقيمين على ارض مملكة البحرين عبر توعيتهم واصال الرسائل اللازمة لهم الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المجتمع وحرصا من وزارة شؤون الاعلام انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في اصال الرسالة الاعلامية السامية لمختلف شرائح المجتمع وتشمل الحملة سبع لغات مختلفة هي الانجليزية والفرنسية والالمانية والفلبينية والهندية والاردو واليابانية وستستمر وزارة شؤون الاعلام في اطلاق هذه الفواصل التوعوية والارشادات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين عبر منصاتها المرئية والمسموعة والالكترونية لنشر الوعي والثقافة بالسبل الناجعة للتعامل مع فيروس كورونا تحضر وزارة شخص الوطنية والمقيمين 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 فريقما Sans تشيييي تكتوى في الظلجر الكفران الكويتواني في الحساول على الاحشف أو حيث عن المسزل من النساء عندما تشفعي شما يقصوني على الاحشف نتبع أننا لعابارت مرسم نفس الطلب على المنزل على عداركي نحتاج قد أليسه الغالث عليكم أيها المخدر عن الاخولي براه ترجمة نانسي قنقر